بيبدأ في الميناء اللي مبنى على قصة حقيقة مع ايريك اللي بيصحى من النوم وبنعرف ان هو شغال كمشرف لفرية اطفاء خاصة بحرائق الغبات وان في حريق في غبات تونتو لازم يطفوها وفعلا بيجهز معداته وبيتجه لمكان الحريق واسنان كده بيجمع زميله وبيروحوا مع بعض وبينشوف ان هم بيوجهوا المروحية لمكان الحريق علشان تطفب المية وبيكون هم على الارض بيساعدوا في تطفية الغبا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض مساحة كبيرة يطفوها وبيكون الحريق ده خطر جدا لانه قرب من بيوت القرية الوريبة منه وبيكلم ايريك الاغدارة وبيقول لهم ان الوضع صعب جدا وانه عايز يتقدم مع الفريق بتاعه لحفة النار علشان يطفوها فبيرفضوا وبيقولوا ليه ان هم بعتوا لفريق النخبة من الاطفاءين وفعلا الفريق ده بيجوا وبيهزق قائدهم ايريك وبيقولوا يسيب الشغل للمحترفين وفعلا بيبدأوا هم ياخدوا الشغل بس فعلا النار بتدخل على القرية بسبب ان النخبة ما سمعوش كلام ايريك وبيضطروا ان هم يخلو القرية علشان ما يبقاش في خطر على السكان وبيتكلم ايريك مع صاحبه وبيقولوا انه عايز يكلم ده وانه رئيس قسم الحرائق علشان يخلي فريقه من النخبة يقدر يدخل في اطفاء النار من قريب وبعد كده بيروح ايريك بيته وفي الوقت ده بيروح لماك اللي بيكون بيشرب ممنوعات وبتيجي لرسالة من مراته السابقة ناتالي وبتقوله انها اكتشفت انها حمل منه فبيروح لها ماك وبيلومها انها ما قلتش ليه فبتقوله ناتالي انه عمره ما تحمل المسئولية وبتسيبه وبتمشي وبنعرف ان ماك لسه مش فوعي والدرجة ان هو بيحاول يسرق والشرطة بتشوفه وتاني يوم بنروح ليريك اللي فعلا بيكلم ده وبيقوله انه هو وفريقه عايزين شهادة تثبت انه هم بقوا من النخبة وخصوصا انه هم بقى لهم اربع سنين بيدربوا فبيقولهم داون انه هو يحاول ينفذ طلبهم وبنرجع لماك اللي بيكلم امه وبيقولها انه هو في السجن وعايز كفالة بس يبتفل في وشه وبعد ثلاث ايام بنشوف انه ام ماك دفعت كفالته ولما بيروح بيتها بتدي لي فلوس وبتقوله انها عايزة يمشي من البيت لما هي ترجع من الشغل وبنرجع ليريك اللي مع العمدة وبيقوله انه عايز هو وفريقه يبقوا من النخبة فبيقوله العمدة انه هو موافق يدي لهم الشهادة بس الاول لازم عليهم يثبتوا انه هم يستحقوا دا فبيوافق ايريك انه يدخل الاختبار وبنروح لماك تاني يوم اللي بينشوف انه في المستشفى وبيعرف ان طريقته نتالي خلفت بنته اللي سمتها ميكيلة وفي الوقت دا ايريك بيعمل اعلان علشان ناس تنضم الفريته وفعلا بيعمل مهابلة مع اشخاص علشان يكمل الفريق بتاعه ويقدروا يدخلوا اختبار العمدة وفعلا بيلاقي ان فيه واحد اسم سكوت كويس وهينفحهم فبيوافق يدخلوا في الفريق وبعد كده بييجي ماك لمكان الموابلة وبنشوف ان فريق ايريك بيقولوا لما بيشوفوه انه هو كان معهم في صفة الاسعافات وانه مدمن ممنوعات وفعلا ماك بيدخل للموابلة وبيسألوا ايريك امتى اخر مرة شرب ممنوعات لانه وضع عليه مدمن فبيقول له ماك انه هو ما عادش بيشرب من 3 شهور في تمرين الجاري مع الافراد الجدد في الفرقة بس بيلاعز ان ماك بيكون اخر واحد وبيتعب بسرعة لحد ما الفريق كله بيروح لوجهة النهاية الا ماك ولما بيرجعوا بيكونوا لسه في الطريق وبيوصلوا هما لمكان البداية وبيقولوا ان ماك هيستسلم ولكنه بييجي لهم وبيوريهم صورته جنب وجهة النهاية وبيكون تعبان جدا فبيعرفوا انه هو مش هيستسلم وبيقرروا يخلوه معاهم وبنشوف ان تانيهم ماك بيحط لنتالي قدام بيتها اكل علشان يساعتها وبيمشي وبيروح بعد كده الايريك وبيكمل تدريب لحد ما بيتصل ده وان رئيس الحريق بايريك وبيقولوا ان في حريق في غابة معينة وان هناك هينتظرهم هايز اللي هيقايم فريقو علشان يعرف هل هما هيكونوا من النخبة ولا لا وفعلا بيقول ايريك للفريق وبيركبوا سياراته وبيروحوا للمكان الحريق ولما بيوصلوا بيقابلوا هايز وبيقول ايريك لفريقو خطة اطفاء الحريق بس هايز بيقول انها خطرة جدا وساعتها بيهزاوا ايريك وبيقولوا ان هو مراقب والمفروض ما يتكلمش بس بيلاعز ان هما لما بيعملوا الخطة فعلا بتنجح ولكن ايريك بيعرف ان هما مش يبقوا من النخبة بسبب تزعيقه لهايز وقبل ما بيمشوا من المكان بيرلاحظ فرض من الفريق بتكون شجرة حتيها عارية بس ماكب ينقذه وده بيخليه يقرب من الفريق اكتر وتاني يوم بنشوف ان داون بيروح لأيريك وبيقولوا ان هايز شاف ان هو وفريقه اقوية جدا ويستحقه يكونه من النخبة ولما الفريق بيعرفه والخبر بيفرحه جدا ولما بيروح ماك لناتالي وبيحط اكله دم بتها بتخرج ليه المرة ديته وبتشكره وبتخليه يشيل بنته لأول مرة وبعد كده بيروح ماك للفريق وبيكون مش لايه مكان يبات فيه بس الحسن حظه واحد من فرقته بيعرفه ان هو طلق مراته فبيقوله ماك لو يسمح ليه يبات عنده وفعلا هو بيوفقه مع مرور الايام بنشوف ان ايريك وفريق النخبة بتاعه بقوا بيعملوا عمليات كتير وفعلا بقوا محترفين اكتر والمدينة بتعرفهم وباللاحظ ان مجبه بيطارب اكتر من طلقته وبنته وتانيهم بيجي طلب من الادارة للفريق علشان يحموا شجرة من الحريق في مكان معين وبنعرف ان الشجرة ديت مهمة لان بقى لها الفين سنة عايشة فتعتبر معلم للقرية ديت وفعلا الفريق بيروحوا للشجرة وبيقدروا بخطة زجية يبعدوا النار على الشجرة بس بعد كده لسوق حظ ماك بيتعض من تعبان سام وبنشوف ان هو بيتنيل للمستشفى وبيتعالج من السم وفعلا بيبقى كويس تانيهم بس امه بتيجي ليه وبيتقوله انه اها فخورة بيه بس بتطلب منه يشتغل في حاجة تانية اقل خطورة علشان يبقى جنب بنته ويقدر ساعتا ان هو يتجاوز طلقته تاني فبيقتنع ماك بكلامه ولما بيخرج من المستشفى بيروح ليريك وبيشكره على وصقه فيه وانه فعلا خلاه شخص افضل بتدريباته بس بيعرفوا ان هو عايز يسيب الفريق بس ايريك بيتعصب عليه وبيقوله ان كل الفريق عندهم عائلات بس هما مش جباناء زيك وبيسيبه وبيمشيه تاني يوم بيجي ليريك مكالمة ان في حريق صغير في غابة معينة واسناء الطريق بيقول لي جيسي زميله ان ديت اخر سنة ليه كمشرف وبيقول له لو عايز ياخد مكانه وياخده وانه وصق فيه وفعلا بيوصله لمكان الحريق واسناء ما الفريق بيطفي الحريق بيقف ايريك لوحده مع ماك وبيقوله ان هو رجع نفسه ولا ان عنده حق وان من حقه ياخد باله من عائلته وبيقوله يبقى المرائب ويطلع فوق مكان عالي علشان يرايب الرياح وفعلا بيطلع ماك للمكان ده بس بيلاقي النار مرة واحدة بتقرب منه بسبب قوة الرياح مرة واحدة وفعلا لما بيتحوته بيجي لشخص بينقزه منها فبيتوصل ماك مع ايريك وبيعرفه ان النار متجهة ليهم فبيقرر ايريك يواجه النار ويطفوها هو وفرقته قبل ما تقرب على بيوت الناس ويموته وبيقول ايريك لمك يخلي برا الموضوع وان هو وفرقته متعودين ينفسه المشاكل ديت فهيبقوا محترفين اكتر فبيوافع ماك ينفس خطة ايريك وفعلا بينارجع لايريك وفريقه اللي بيحاوله يوقفوا النار بس مش بيقدروا وبيتحاول الطيارات تنقذهم بس الدخان بيخليهم مش شايفين ووقتها الفريق بيكون متحاصر وبيقولهم ايريك ينبضحوا علشان النار تعدي من فوهم وفعلا بيعملوا كده بس النار بتكون قوية جدا وبعد ما بتنطفي بييجي لماك خبر ان ايريك وكل فريقه واتحرقه وماته فبيروح ماك للمكان وبيكون مصدوم وبيبقى زعلان جدا ومدايق وبيقول انه المفروض كان يبقى معهم وانهم افضل منه واشجع منه وبنشوف ان كل مراتات اللي متوا بيعرفوا الخبر وبيصرخوا وبيكونوا زعلان جدا وبعد تلات سنين بنشوف ان ايريك تجاوز ناتالي وبقى بيتم ببنته وعمل في الشجرة اللي نقزها هو وفريقه نصب تذكاري عليه كل صور اعضاء الفريق اشتركوا في القناة